لدة وهي اللد مدينة اللد وطبعا دي كانت مشهورة مدينة مشهورة كانت على مسافة 11 ميل الى الجنوب الشرقي من يافا يافا اللي احنا موجودة على البحر المتوسط ليه على طريق ارشاليم وتلقت فيها على شفاء انياس على يد بوترس الرسول ازدياد عدد التلاميذ المسيحيين كانت لدة في الاول كانت تابعة للسامرة لكن بعد كده التحقت باليهودية فيها اثار طبعا كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني ودي اول كنيسة على اسمه في العالم كله بعد كده انتقل القديس بوترس الى يافا وفي يافا انه اقام طبيصة من الاموات ودي برضو زي ما جيه في اعمال الرسل اه تسعة ستة وتلاتين ودي كان برضو اه معجزة كبيرة اه يعني يمكن اه ما كانش حد متعود بيقوم بيها غير في ايام السيد المسيح نفسه يعني. يافا اه دي اسم كنعاني معناه جمال وهي جمال وهي مدينة طبعا قديمة على شاطئ البحر المتوسط اه شمال غربي ارشاليم بحوالي خمسة وتلاتين ميل كانت اه على البحر اه يعني البحر المتوسط وزي ما قلنا فيها اهمية سيحية واهمية تجارية واهمية اه حربية زي ما احنا قلنا اه عليها قبل كده. في ايام بوترس الرسول اقام طبيصة فيها من الاموات اه وهناك كمان رأى الرؤية بتاعت الميلاية اه على سطح بيت سمعان الدباغ لما لقى اه في كل انواع الاكل وربنا قال له اه كل انواع الاكل محللة ليك انك تاكلها. اه بعد كده انتقل بوترس الرسول الى قيصرية الى بيت كرينيليوس اه قائد المائة في اه اعمال الرسل اسحاح عشرة اربعة وعشرين يذكر كده وبشرهم اه بوترس الرسول وحل وعمدهم وحل الروح القدس اه على طبعا الكل اللي كانوا حاضرين وكانوا برضو دي لها اهمية جذبت ناس كتير نقائد المائة نفسه يقامن بالسيد المسيح. بعد كده اه رحل لقيصرية اه وقيصرية دي من اهم المدن في فلسطين في العهد الجديد مش العهد القديم. بتقع اه على البحر اه جنوب عكة اه اه حوالي اه على بعد اربعة واربعين ميل وعلى بعد سبعة واربعين ميل اه شمال غرب ارشاليم اه اصلا اسمها الاصلي اسمها بورج استراتو بورج استراتو بناها هيرودس الكبير اه هنا بنا مدينة هناك في حوالي عام سنة اه عشرة قبل الميلاد سمها كيصرية اكراما لاغسطس كايزر. المدينة دي حصل فيها ايه بقى? فيها مات هيرودس اغرباس. سكنها في لوبوس المبشر وطبعا كان ساكن فيها كرينيليوس قائد الماءة زرها بورس الرسول اكتر من مرة زي ما هنشوف رحلاته ان شاء الله ما نجي ندرسها. كانت اه محل سكنة بعض البحر العلامة زي العلامة اوريجينوس ويوسافيوس المؤرخ اللي كان اسقف عليها. اه طبعا ليها بقايا موجودة حتى الان واسمها قيصرية اه في لوبوس. اه بوترس الرسول بعد كده رجع قوله ارشاليم اه ابض عليه هيرودس وحطه في السجن واحنا عارفين ان في السجن الكنيسة كلها صلت من اجله لكن ملاك الرب فتح لي ابواب السجن وخرج بوترس اه استجدته من خلق بناء على استجابة ربنا لصلوات الكنيسة اللي بنفوع من اجله ودي بيبين اهمية ان احنا بنصلي من اجل بعض. اه بيذكر طبعا التقليد الكنسي ان بوترس مات شهيد في روميا اه حوالي سنة اه وهو عنده خمسة وسبعين سنة اه بيذكر ان هو استشهد بالصل بمنكس الرأس بناء على طلبه وكان ده في عهد النيرون الطاغية. اه دي كانت يعني باختصار اه رحلة اه يعني بوترس اه الرسول في كراسته. اه ان شاء الله في المرة اللي جاية ناخد كرازة يحنى اه اللهوتي اه وبعد كده ان شاء الله ناخد اه رحلات بولس الرسول اه وده ينكتفي دي يعني منهج السنة دي. ربنا يكون معكم احتاج صلوات الاباء. وصلواتكم جميعا والالهنا كلما يدكرهم والابا الامين.